اشتركوا في القناة ان يكون لنا حديث طويل عن قضية تشغل الناس جميعا وهي قضية التعليم بكل فروعها وبكل ابوابها الخطيرة جدا جدا ولان هذا الدين العظيم ما ترك شيئا الا واشار اليه الا وبينه الا ووضحه ولكن كثير من الناس يعتقد ان الديانة فقط هي صلاة والسيان وذكاء وهكذا فقط لكن الامر اوسع ويسعدنا في هذا اليوم المبارك والصباح الجميل ان نكون في حضرة استاذنا وحبيبنا الشيخ الداعية الاستاذ وجيه الصوي نشرف به ونسعد في تلك الاطلالات وهذه الجلسات ان شاء الله شرفت ونورت سيد اهلا من حضرتك ربنا يبارك حضرتك وبقناة الندو وبقناة الندو وبمستمعين الكرام جميعا اهلا وسهلا سيد اول هذه الاطلالات ايها الاحب الكرام في موضوع التعليم كثير من الناس يعتقد ان التعليم يبدأ مع المدارس فالى ان يذهب الولد الى الصف الاول الابتدائي ويبدأ يرتحق بالمدرسة ويبدأ يتعلم وكان قبل ذلك لشيء هو طفل مهمة لدرجة ان الادباء في القديم كانوا يقولون قد ينفع الادب الاولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده ادب ان الغصون اذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولولا ينته الخشب قبل ما ان يصير ولد خشبا لا وهو لين يتعلم الكثير فهذه القضية قضية خطيرة جدا التعليم ما قبل المدرسة متى وكيف استاذنا الكبير استاذ مجيز الصاد نعم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا يعني انا اثمن واقدر واشكر قناة الندى اهتمامها بهذه القضايا المصيرية للامة تحتاج اليها فعلا وده من مما تعودنا على هذه القناة الميمونة المباركة اهتمامها بحال الناس وبواقع الناس وبما ينبغي ان ينشغل به الناس والموضوع اللي حركة اخترته حركة تفضلت بان احنا يعني ايه نفتحه ونتكلم فيه موضوع في غاية الاهمية خاصة ان احنا بنعيش في زمن اهمال شديد جدا جدا وجناية شديدة جدا جدا على التعليم على اولادنا نعم على بناتنا كتير جدا من نزل محركة تفضلت عنده القضية بيظن ان بداية التعليم ان اول ما الولد يلا هنجيب له لبس المدرسة وهنجيب له شنطة المدرسة وراح المدرسة ورجع من المدرسة وراح الدروس ورجع من الدروس وراح لميس فلان وراح لميستر فلان وهي دية القضية وفقط ولكن الدراسات والاحصائيات والاستنتاجات بتقول غير كده تماما الاستنتاجات دلوقتي بتقول ان الطفل بيتعلم وهو لا يزال في بطن امه وده عليه دراسات الغرب سبقنا بيها ده يعني يا أستاذنا يعني قبل الولادة قبل الولادة نعم ده عليه دراسات دراسات كثيرة جدا جدا ان الولد ام لو مثلا غوية بتسمع قرآن نعم ان ده بيأثر في السكينة بتاعته في الطمأنينة نعم ثم حتى الغرب قالوا ان حتى لو بيسمع موسيقى هادية الكلام ده بيفيده انما لو موسيقى بوب بقى وموسيقى عنيفة وموسيقى صاخبة وكلام زي كده الولد بيطلع متأثر بنوعية ما سامع نعم احنا عندنا شيء عجيب جدا كان فيه دراسة اتعملت في سنة الفين واتنين في لبنان نعم عن الذبيحة كان الكلام مثلا ايه لما بنتبح مثلا بهيمة وبنسمي عليها وبهيمة تانية ما بنسميش عليها وجابوا بقى ايه عن طريق العدسات والمختبرات قطعة اللحم بتاعة الذبيحة اللي اتقال عليها باسم الله وقطعة اللحم اللي ما تقالش عليها باسم الله بعد ساعة من الذبح الفارق مختلف تماما في الشكل واللون والريحة والطعم وكل حاجة طب لو اتحطت في التلاجة وطلعنا نحطها تحت نفس الاجهزة دي الفارق كبير جدا طب لو احنا طبخناها فرش ديت وديت الفارق كبير جدا حتى بعد مسألة ايه السوة بتاعها حتى بعد مسألة اكلها وهضمها تخيل حضرتك ان بهيمة تغيرت تماما لما ذكر عليها بسم الله تخيل حضرتك ان احنا لو نشأنا ولد وده انا نهتم بشيء هو بيسمعه احنا اللي بنلقن اللي يبقى القضية في الفرق بين التعليم والتعلم التعلم هو يكتسب هو يكتسب من غير ما حد يقول له هو شايف اهتمامات والده ايه هو البنت دايما بتطلع تتقمص شخصية امها ولما تروح الحضانة بترجع لنا من الحضانة متقمصة شخصية المدرسة اللي بتدرس لها والولد نفس الكلام الولد انا مشغله طول النهار مثلا قدامه حاجات حسنة وكلام حسن بيقول كلام حسن انما لو انا بدأت تديله مثلا يسمع شتائم يسمع الفاظ خارجة يسمع مثلا ايه عبارات خادشة هو هيجيب منين هو مسكين هو لم يتعمد ذلك ولم يميز بين الصواب والخطأ هو فاكر ان افضل الشخصيات في الدنيا دي هو والده والدته واخوه الكبير والمعلم والمعلمة فهو بيقتبس منهم بيشرب من المعين بتاعهم كان بعضهم يقول يا أستاذنا ولدك يكون زي ما انت عايش من زي ما انت عايز زي ما انت عايش ما ازاي ما انت عايز على حسب اللي انت عايش كتير جدا مثلا يشتكي يقول الولد ايه انا مش عاوزك تطلع مدخن انا قلت لك التدخين ده غلب وبعدين يقوم طلع هو ايه الخمس عشرين من جيبه وقول له رحت لنا علبة سجاير طب انت منين يعني ان كتير جدا من العباطي قابل نقول انا عاوز ولادي كويسين انا طول النهار ساعة الازن اقول لهم روحوا صلوا انت صليت يقول ها ما انا ببقى راجع تعبان انت ازاي فقد الشيء لا يعطيه كان طالب او استاذنا بيحكي لي بيقول لي والدي بيعدي لسوع فيها ويضربني ويبهدلني على اساس ان انا انزل وصلي صلاة الجمعة وهو قاعد هو يتفرج على التلفزيون ولا حولة ولا قوتة الا بالله يعني بهدله ومعركة جديدة جدا هو قاعد بيتفرج وبيضرب في ابنه وبيزعله لا صلاة الجمعة مهمة جدا وديت من المصائب اللي احنا عنينا بيها الولد خلاص بدأ لكن اول نقطة حضراك هننبع عليها تنبيه شديد ده في مرحلة قبل الولادة دي مرحلة خطيرة جدا ان الام والاب والجو الموجود في البيت ده جو مليان سكينة ومليان انضباط وسماع القرآن الجميل والاشياء الهادفة ده بيغزي سكينة الولد ولفسية الولد وكذلك ثقافة الولد في مباع نعم ده نقطة خطيرة جدا 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 قبل الولد وهي حاملة ايوان الولد حضرتك برضو فيه دراسات بتقول اننا يعني كوب الماء نعم الماء اللي معنا دوت فيه جزيق هيدروجين مم وبعدين كمان ايه جزيق اكسوجين جزيقين هيدروجين وجزيق اكسوجين نعم بقولوا ان من مجرد اننا بسمي بذكر اسم الله تعالى على المية دي نعم المية بتتغير ده الكلام ده مش احنا اللي بنقوله دروشة نعم ده الكلام ده الكيميا اللي بتقوله نعم نحن يعني الحمد لله المؤمن على يقين تام كل ما امر الله عز وجل به نعم وكل ما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وفيه نفع كبير جدا اي نعم لكن لما تأتي الدراسات العلمية القوية جدا والظواهر الحقيقية وتأتي بحقائق علمية يطمئن قلب المؤمن قال ولكن ليطمئن قلب نعم والاطمئن والسكينة والفرحة والسعادة بهذه الديانة الحق صحيح على غير الذين يشككون ويطعنون في مثل هذه الاشياء صحيح والدروشة اللي انتم بتعملوها دي لا اقرأ وابحث وشوف النظرية العلمية عملت ايه نعم فانا من فانا الام دلوقتي هتبدأ تدي اللبن لابنها هتخيل حضرتك ان ام مسلا بتسقي ابنها اللبن مع الايمان بتسقي ابنها اللبن مع بسم الله بتسقي ابنها اللبن وهي بترقيه ما هو دلوقتي مسلا قللك العيال متعفرطة العيال بتسرخ العيال بتشوف حاجات غريبة نعم ما هو ده احنا برضو ظلمنا اولابنا في النقطة دي صحيح ان احنا بيوتنا اتملت بيوت الكثيرين ربنا يا رب يعفينا نعم ويعفو عننا يا رب يشملنا بعفو امين شغالة طول النهار دب 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 صخب اغاني شتيمة سب دين نعم هايجي كمان بقى وحضرتك قديب يقول ايه وينشأوناش يقول فتياني فينا على ما كان عوده وابوه صحيح انا هيبقى فارق كبير جدا ان انا ابني من صغره اقول له وط صوتك نعم ما تعليش صوتك وانت بتكلم حد كبير نعم وانت ما تشاورش بيدك وانت بتعمل كده ما تشوحش الحد نعم ما تمدش رجلك في وش حد الولد شاف ده مسلمات كلمة تعيب اللي وحشتنا وحشتنا كلمة تعيب دعيب ايو والله صحيح نشأنا في بيوت يعني كتير جدا من ابهاتنا وامهاتنا لم يكونوا يحسنوا القراءة والكتابة نعم وما كانوش حافظين غير الفتحة وصورتين من القرآن نعم ولكن كانوا ائمة احسن من ائمة كتار جدا دلوقتي صحيح لانهم كانوا يعرفوا الكلمة اللي حارك بتقولها دي نعم كان في عندهم ميزان منصوب قائم بالقسط اسمه عيب نعم ما ينفعش نعم حق عمك جدك خالك خالتك ده استاذك يبني ده جرنا يبني لا يبني ده ما ينفعش ده أخوك الكبير أختك الكبيرة دلوقتي وللأسف بقى بنشوف تطاول في ناس يا سيدنا عندها حساسية من كلمة عيب يقولك لا اقول حلال اقول حرام العيب والعرف هذا من الشرع أصلا يعني ده شريعا هذا شيء تشمائز منه النفوس أو السلوكيات أو الأخلاقيات أو عرف الناس وما تعرف عليه الناس نعم من أبجديات المروق أو الأخلاقيات لهذه ديانة أصلا في الأصل فكلمة عيب دي كلمة كلمة جميلة رائعة لما تصدر وتكون كمال متعلقة بديان نعم والإسلام الحنيف لم يأتي بالجديد صح إنما الإسلام هذب ما كان عليه العرب من أحوال الله يعني هو الإسلام جيه إيه؟ الإسلام جيه نقض حياة العرب وقال كل اللي أنتو بتعملوه غلط لا لا النبي صلى الله عليه وسلم يثني على خلق الحياء نعم ويقول إن ده مما أخذناه من العرب نعم مش الحياء وفقها لا بالعكس ده الأصل إنه كل ما كان عليه العرب من أخلاق ومن عداد نعم استحسنها الإسلام أثبتها الإسلام الله إنما لما شفنا حاجات سيئة لا جيهنا ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده ده لا يليق بنا كمسلمين نعم لا يليق بي كمسلم لا يليق بي كإنسان لأن هم هم دلوقتي الغرب الكافر بقول إيه يقولوا إن الإسلام قدامه كتير جدا جدا على المسلمين قدامهم كتير جدا جدا على ما يقوموا بسبب تخلفهم وبعدهم عن الإسلام ولكن هم في إديهم اللي لو تمسكوا بيه هيرجعوا ويرجعوا بسرعة جدا الحضرات كلها اندفرت إلا الإسلام الموجود في في مبنى الكونجرس الأمريكي في القبة الكبيرة بيذكروا كده يعني إن موجود مكتوب فيه سبع حضرات على مدار العالم بقت وأثرت في العالم كله فيذكروا بقى مثلا الحضرات الرومانية الحضرات الفارسية الحضرات إنما لما جاء عند الإسلام ما كتبش حضارة المسلمين كتب الإسلام الإسلام العظيم اللي هو دين معصوم من عند رب العالمين نعم نعم ده كديانة نعم يعني كمنهج أقره الله عز وجل تسعد به هذه الحياة نعم والإنسان بدون هذا الدين حتى أستاذنا لما الإنسان يذهب إلى ألفاظ القرآن الكريم يجد أن وصف الإنسان في الغالب الأعم كله فيه زم إن الإنسان لظلم كفار إن الإنسان لربه لكنود إن الإنسان خلطها لوعا نعم وهكذا كل الصفات نعم متى يكون له قيمة هذا الإنسان عندما يكون معه منهج نعم هناك ديانة هناك رب هناك دين خلق الإنسان الرحمن علمه علم القرآن ساعة ما أن يتعلم القرآن ويتعلم البيان ده بقيمة الإنسان لكن إنسان بلا ديانة بلا منهج بلا شريعة ساعة إذن سيكون الإنسان هذا لا قيمة لا على الإطلاق نعم فدي مرحلة من مراحل التعلم الناس من الواقب أن تنتبع إليها متى يبدأ التعلم والتعليم نعم طيب في خطر شديد جدا بمجرد دولة ما يكبر أستاذنا دلوقتي وهي تكنولوجيا الحديثة دا والنتو هذه الأشياء أصبحت لها تأثير شديد جدا على نفسية الأولاد وعلى ثقافة الأولاد وحياة الأولاد نعم نعم والله شيخنا الفاضل المسألة ديت مسألة مش محتاجة إن إحنا نتكلم فيها نعم المسألة ديت إحنا محتاجين نصرخ بيها محتاجين الأئمة على المنابر محتاجين كل الوسائل الدعوية محتاجين إن أنا أكلم أخوي أو أختي على خطر عظيم جدا بقى مهدد كل بيوتنا وكل حياتنا وكل مجتمعاتنا اسمه نعم الشاشات نعم سواء شاشة التلفزيون شواء شاشة التلفون شواء الأجهزة اللي اتفتحت علينا بشكل غير عادي جدا نعم إن الولد دلوقتي مثلا حركت وقول له تقرأ كتاب ولا تتفرج على فيديو يقينا لا طبعا أتفرج على فيديو ده حتى الكبير أحصل على المعلومة ديت من الفيديو الفيديو فيه عبارة عن مثلا إيه مئات الآلاف من الصور والألوان والجاذبية الرهيبة جدا جدا فتلاقي الولد ماسك التلفون منفصل عن العالم الخارجي أمه عمالة تسرخ في المطبخ حد يناولني كذا محدش سمعها أبو بيخبط على الباب حد يفتح له جاي تعبان وشايل لهم وجاي ويبني حد يفتح لابوك وقوم انت يا فلان قوم انت يا فلان ومحدش عنده استعداد يقوم يسيب الجهاز اللي في إيده أو يسيب اللي بيتفرج عليه دراسات كتيرة جدا جدا للأسف الشديد لما إخواننا عكفوا ان هما يتفرجوا على الأفلام الكرتون عشان ينقضوها ويشوفوا ايه فيه خير ينفع لولادنا ويه المفروض ان هما يتجنبوه وجدوا ان معظم أو كل الأفلام المعمولة كرتون في بلاد الغرب كلها مسددة بحرافية غير عادية عشان يعني ايه تقتل العقيدة في كم ديها احنا شفنا الفترة اللي فاتت يعني ايه بابجي بعد ما غزت مثلا لعبة بابجي بعد ما غزت كل حياتنا وكل ولادنا وبقينا الكبار والصغار انت ازاي ما عندكش بابجي والولد يقول لك احنا عوزين نحدس الكمبيوتر اللي عندنا عشان يشيل بابجي والتليفون ده ما يناسبنيه شي عشان ما بيتلعبش عليه بابجي ولنا في الاخر ان بابجي عشان انت هتوصل لنقاط معينة قش اهدم الكعبة ان انت مثلا ايه مش عارف كان فيه يعني كذا حاجة ان انت لازم تسجد لصنم كذا حاجة ان انت بيتكلم على ان ما فيش حاجة اسمها ربنا ولا قدرة ربنا انت محتاج ان انت تخش ايه تاخد القوة الخارجة يعني ده اذا هناك جزء خطير جدا وهي قضية العبس بالعقيدة ذات نفسها في هذه الاعمال الذي لا يتخيل انسان ان فيها هذا السم يعني هو كان من فترة العبس بالعقيدة دلوقتي العبس بالانسان بالانسان بمعنى ان الولد الصغير المفروض دلوقتي عم الشيخ خيري خارج مثلا يلا يبني عشان نصلي ان اخويا فلان ده شغال نجار انه بياخد ابنه الصغير ده ياخده معاه الورشة ويعلمه ان اخويا الفلاني ده شغال مزارع في الغيط ياخد ابنه ده يقف جنبه يناوله شوية مية يعمله يسويله احنا اختزلنا خلاص ان احنا قاعدين على الاجهزة المشؤومة دي ليه النهار فالولد دلوقتي بقى شايف حلول وبشوف سوبرمان سوبرمان في حريقة في قرية معينة يلا ياسوبرمان بسرعة يوم سوبرمان فارد جناحاته ويقوم راشد شوية مية الحريقة اتطفط الولد معادش عنده استعداد انه يسمع بقى من عم الشيخ خيري ومن وجيه ومن غيرهم ان انت لأ لازم يكون عندك الرجولة ولازم يكون عندك الشهامة ولازم يكون عندك البازل لازم تبقى مشاركة ايجابية في المجتمع يعتبر هذا يستاذنا عالم افتراضي عايش فيه ليس عالما من الواقع خلاص بقى هو اختزل خلاص مسألة الواقع في حياتنا ان الولاد دلوقتي بقوا عايشين في المصيبة دي يا استاذ خيري احنا حراك لما نشوف دلوقتي مثلا مشاكل الطلاق اللي هي فشت جدا جدا في المجتمع مشاكل الطلاق دي جات منين ان جاي من بنت اتربط على العالم الافتراضي ده ان البنت مسكت تليفون احصائيات احصائيات مفزعة يعني مش عايزين ننكد على الناس في الصباح لكن حوالي ربع مليون حال الطلاق في الفين اتنين وعشرين احنا بيقولوا دلوقتي ان كل دقيقة حالي الطلاق احنا دلوقتي بقى عندنا دلوقتي بقت كلمة على ألسانة الشباب بقول لك وانا اتجوز ليه لما هصبح طلق صحيح احنا بقى عندنا لعبة دلوقتي ان الولد بقول لك انا لسه كاتب كتابي وعاوز اطلق انا داخل بقى لي شهر وعاوز اطلق ليه يا ابني؟ لان احنا بسبب العالم الافتراضي في جزء منه اتربى على الخيال العالم الافتراضي هو ليس هناك واقع اصلا هو دا هو دا هو دا لما تصدر بالواقع الحقيقي انها كام مسئولة عن بيته وعن اسره وعن زوجه وعن اولاد او زوج مسئول عن اولاده وعن اسره لا بيلاقي نفسه انو الامر صعب جدا عادي فيغرب الى الطلاق لا انا الاصل ان انا وانا بعلم ابني من هو صغير انا بعلمه المشاركة المجتمعية القوية انا بعلم البنت الام دلوقتي بتندي على بنتها تعالي يا بنتي نوليني كزا البنت مش فاضية مسكة التليفون دا بقى واقع ما ينفعش ان احنا محدش متخيل او استاذنا ان الامر وصل الى حالات مرضية حالة ادمان ادمان عند الولد يعني هو اصبح خلاص مسلوب الارادة يمكن الانسان الكبير لانه مشغول حبتين وكده فبيشوف شوية وينشغل شوية لكن الولد بيبقى خلاص تلبسوا موضوع الاجهزة دي والشاشات حالة من الادمان والامراض الخطيرة جدا من التوحد ومن غيره خلاص بتصيب بعقل احنا سمعنا عن مرض التوحد دا قبل عشر سنين احنا دلوقتي بقى معظم مش معظم بقت نسبة دخلت لتلاتين في المية من الاطفال بيجي داخل سن قبل الدراسة سن الحضانة عنده توحد الولد مش عاوز يتفاعل مع العالم اللي حواليه الولد امه واخده عشان توديه الحضانة مشيت جرجره زعلن جدا ناقم عليها بيقرهها مش طيق انت بتعملي فيها ايه تروح توديه الحضانة يبدأ يسرخ صراخ شريك جدا جدا رجعوني رجعوني تاني بسرعة عشان ايه الحى انا ايه اتفاعل مع الفيديوهات سيدنا مع صورة الصحابيات الجليلات انها كانت بتاخد ابنها لصلاوات الجماعة والنبي صلى الله عليه وسلم كان احيانا يسمع بكاء الاطفال فيخفف في الصلاة نعم وكانوا يدربوهم على الصيام في المسجد وشوية العاب عشان يتعود ويتحمل البتاع دي الحسن والحسين بعض المناظرهم هم داخلين المسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم ده حياة اجتماعية عايشينها من الصغر اصلا في الوسط الاجتماعي اللي موجود لكن ده مش موجود ده مش موجود الولد انا اتعلم مهنة ليه تير جدا مولاد يقول لك ايه بص انا ان شاء الله هتعلم اخد كرس برمجة وهبقى مليونير كلمة برمجة وهبقى مليونير دي تبقت على السنة 90% من الشباب ده على فكرة على فكرة كمان مش محتاج اخد كلية فيها ولا محتاج معهد الموضوع كله كرس كده وبتاع الولاد خلاص بقت كل حاجة فيها لوا كل حاجة انا هجيبها مثلا ايه يقول لك انت البنطلون الكوحلي فين يقول لك اسأل كده جوجل مع اقرارنا يا سيدنا ان موضوع البرمجة ده هو المستقبل مستقبل رهيب جدا في الحياة العملية اصلا للناس في المستقبل مستقبل خطيب شيخنا الكريم هو مستقبل لكل الموليد ليس للجمه هو مستقبل لكل شبابنا احنا لازم نبقى هي مستقبل انه هيبقى الفئة دي تتنتفع منه انتفاع كويس انما هل انا هستغني عن الطب هل هستغني عن الهندسة هل هستغني عن التدريس هل هستغني عن المحامات هل 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 القطعات دي تتقعد الموزع الموزع في الامر حقيقة انا سيدنا ان في ملايين ملايين الوظائف لا هيحل محلة وظائف عملية للناس فالناس ما تبحث عن جانب الوظيفة في المستقبل لكن هو ناس ان فيه كلنا نحتاجه الى بعضنا البعض حتى الذي يسقي الزرع والذي يحفر الارض واليراعي حتى الاعمال البسيطة جدا يقول لها الناس هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم عيشتهم في الحياة الدنيا الاشكال التاني حتى البرمجة ذات نفسها ده محتاجة عقل وزكاء ودراسة وجهد يعني انت مش هتبه مبرمج وانت بتلعب كده وخلاص ما فيش شغل وما فيش ابداع وما فيش حاجة جديدة برضو انت هتبه انسان عادي في المصاحبة في الدارة فدي حتى عايز اكتهاد وعايز عمل قوي جدا لكن هي مش كل الدنيا زي ما حرك بتقول يعني نعم الأمر محتاج مننا ان احنا يعني ايه نعيش بولدنا في المرحلة دية ان انا مثلا الناس عندها هتما مش ريك جدا جدا مثلا مسألة تعلم لغة تانية تعلم لغة تانية ان هو الولد لسه ما خدش عربي لأ بس هو حارس جدا جدا يتكلم انجلش كويسي عنده قبل ما يتقن اللغة الاساسية قبل ما يتقن اللغة الاساسية بتاع وإحنا قوتينا اتيان شديد جدا جدا في ديات يعني ربنا اكرمنا الشيخ طريق السعيد علي رحمة الله لما اسس منهج نور البيان وطلع منه منة الرحمن وطلع منه الشغل العظيم دوت الصحيح الولد بقى بيتعلم 77 ألف كلمة بيقرأها اللي هي القرآن الكريم في ختمات التلاوة اللي كانوا بيعملوها قبل ما يدخل المدرسة تخيل حضرتك ان ولد في سن الحضانة بقى بيقرأ من المصحف تراءة صحيحة منضغطة كأنه الشيخ الحسري تخيل ان الولد مر عليه مثلا ان هو قرأ بالفتح والكسر والضم ومد بالألف ومد بالياء ومد بالواء وتنوين بالفتح وتنوين بالكسر وتنوين بالضم ارى السكون ارى الشدات مع الحركات دي كلها تخيل ان اللسان بتاعها ينضبط ازاي تخيل ان احنا دلوقتي لما سدنا لما اهملنا الواقع ده الولد اختزل من عنده مسألة تعلم اللغات وهم في علم العقليات بيقولوا ان العبقري ان حصول الطفل على العبقرية او حصول الانسان الكبير على العبقرية بحجم ما يتولد لديه من تدفق لغوي ان الولد احنا بديل عن عالم الكمبيوتر والنت والشاشات لا ده فيه اشياء اخرى وجب ان احنا نبقى حريصين عليها زي موضوع تعلم اللغة اللغة الام لغة العربية الخاصة بك اللي دي تعتبر قضية خطيرة احنا بنهرب ان انا الولد عمالي عيط عمالي زين طب الام على مطبخ خد 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 التليفون افتح التليفون صحيح الاب جاي من الشغل مزاجه هو عاوز الاب عاوز يفتح التليفون يبص على صفحة الفيس والواتساب ومش عارف ايوم يسيب التليفون التاني او يدي للولد خد خد ديت خد ديت نعم نعم الاصل ان انا اقعد معاه نعم اقعد معاه اسأله فين انفك فين فمك فين اسنانك فين عينك فين ودانك اعيد السؤال بقى بطريقة تانية احنا بنشوف بايه بنسمع بايه بنشم بايه بنكل بايه صحيح الاكل ده عبارة عن ايه جالنا ازاي نكلمه عن عظمة ربنا فيه فين المروحة فين الشباك فين الباب فين الارض فين السقف ان انا عمال اوسع مدارك الولد نعم واخد بيده واحدة واحدة نعم عشان ما يطلعش ولد هل تخيل لو استاذنا كنت قرأت عن دراسة ان فيه اكتر من 14 مرض عضوي عضوي متعلق لما يكون مفيش حوار ما بين الاب وما بين ابنه يا خبر اه يعني مش امراض نفسية لا ده امراض عضوية نعم زي التبول لا ارادي حاجات كتيرة جدا يعني بسبب حرمان الولد ان يجلس بعض الاوقات يتكلم مع ابيه احنا كتير او رمال ومويل وخلاص بقى اه كتير جدا مننا يعني ايه لما اخواننا اللي شغالين في مجال الاستشارات التربوية نعم بيفيدنا ويوجيهنا للنقطة دية يتكلم مع ابنك نعم تكلم مع ابنك في حاجات بيفهمها وتكلم معاه في حاجات مايفهمها شي مم كله انت عارف النهاردة انا كنت رايح الشغل مثلا شغل ده في الجيزة مم انا عديت على كبري كذا وكبري كذا عديت على محطة كذا قابلت واحد كذا الولد هو عنده لسه تخيل نعم ده بيقول انه طر انه يأكله برا عامل ازاي يوم الولد لما يبدأ يخرج للواقع يبدأ يعرف الحاجات دي انا خدت عنها فكرة قبل كده جميل ولذلك من الحاجات الجميلة اللي بتقرأ في السنة حدثني ابي اه نعم يعني حدثني ابي ودي بيسموها اسانيد ذهبية اه عن معامر ابن شعيب عن ابي عن جده ايه اسناد ذهبي نوع روى عن ابوه روى عن جده لا ده اعظم عندي من اللي انا رويته عن غير ابي وعن غير جده نعم برضو الحوار الرائق الجميل جدا في القرآن وهي الناس بتتصفحوا قرآن قال يا ابني لا تشرك بالله يا ابتي بقى يا ابتي اه يا ابني لا تقصص رؤياك على يومتك رقة الحوار وعظمة الحوار وجلال الحوار بس فيه كلام فيه مناقشة نعم فيه خدوهات فيه ثقافة موجودة نعم لكن دي محرومة مع وجود الاجهزة في مسم هذه الحالات نعم حضرتك كنت فتحت نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا مسألة تعلم اللغة الثانية بقى ايوه احنا فيه عندنا درسنا نظرية انا دارس بقى انجليش اصلا في دراسة الاكاديمية نعم فكان عندنا نظرية اسمها نظرية تعد اللسان في التعلم بص يا شيخنا الحبيب احنا مفيش عندنا دولة اجنبية تتعلم لغتين في وقت واحد مفيش دولة متقدمة عندها حاجة اسمها ان انا في كي جي وان بنزل عربي وانجليش في نفس الوقت الكلام ده مش موجود للأسف غير في الدول المستضعفة مش موجود للأسف غير عندي فاقدي الهوية وللأسف الشديد تبقى نقولي الكلام ده ليه عشان نعتب على الناس لا بالعكس نحن عاوزين نفوق ونفوق الناس نعم ان الولد لسه بياخد با تا جيم عاوز اخد معرفة توازي اي بي سي تبقى لسه ما خدش السين ولا الصات في العربي ازاي ياخد السي ازاي يتعلم ان الصوت المهموس بي ده اللوة السي قبل ما ياخد السين والصات وعلى حضرتك بقى ايه ان انا لما جيت في قولها ابتدائي في المناهج بتاعتنا ان انا برضو بياخد عربي وانجليزي نعم فلقينا ان اللغة الانجليزية هي لغة هشة جدا ضعيفة جدا ان انا مثلا قبل ما الولد يكون خد اي زمن ده واقع انا بتكلمش حضرك عن حاجة ده ده الموجود في مناهجنا نعم انا لسه ما عرضش الولد يعني افعال وليتني في الانجليش بديوله البرزنت سيمبل تنس والبرزنت كونتينواز بريزنت ايه? مضارع ايه? مضارع ايه بسيط ومضارع ايه مستمر? يعني ايه بريزنت ويعني مضارع ويعني ماضي. الولد لسه ما اخدش الكلام ده في العربي. لسه ما اعرفش يعني ايه الفعل دو بريزنت وباست. فلما خده في الانجليش الولد اتصدم. خدت حاجة كده ايه بدا انا كنت امه كانت بتديوله شوية لبن قامت حطله كمان سيرت لحمة معاها. ايه. سيرت لحمة ده تعمل ايه? ارتباك معاوي. نعم. فلا هو هضم اللحمة ولا هيقضمها بعد كده. بمعنى ايه? بمعنى ان هو الولد احنا بنعلمه ازاي بقى بليد. بنعلمه ازاي يكره اللغة. انا اظن ان حضرتك تخدت انجليزي في اول دراسة حركة امتى? والاعدادي. والاعدادي. نعم. لما منهج اكسل مش كده? نعم. ايه اللي حصل? لما ابتدائي. بعد شوية اهتم بيه في المرحلة الكيجي. نعم. ديك اكتر من العربي. نعم. فصار الولد لهو فاهم انجليزي. نعم. ولا هو فاهم عربي. شحيح. عارف حضرتك? يلاقيه مسلا منهجنا مسلا كل سنة الولد عنده درس المضارع البسيط. نعم. في الانجليش. نعم. خده في تانية ابتدائي. نعم. خده في تالتة ابتدائي. كفية بقى? لا لا هناخده في ربعة. نعم. خلاص كده خلاص ما? لا هناخده في خمسة. ايه. اكيد بقى مش هناخده في ستة. لا هناخده في ستة واولة وتانية وتالتة اعدادي. والله فعلا. هو هو. انا المناك دي شغلها. باوسع. لا لا اوسع ولا اديا. هو هو هو. هو ليه بيعمل كده? مش من قلة. اه. لا لا لانه على يقين. ان الولد مستوعبش. اه. الولد لسه مفهمش. الولد مستوعبش اصلا. هو مستوعبش اللي خده. ده التكرار ده لعلة يقينه ان هو مستوعبش اصلا. مستوعبش اصلا. بنوعد نكرر بقى. ايوة نعم. احنا كل مرة نشرح للولد الدرس. على اسان وبياخده لأول مرة. مم. وده على فكرة هيزيد الامر تعقيد. مم. انا مش هو ده البلوة اللي احنا عمالين نقول فيها كل سنة. مم. هو خلاص عنده حالة من البلادة اننا مش هتهمه. يعني حتى في اللغة ذات نفسها انه يتعلم لغة ثانية ولغة ثالثة والتاع. صعبنا عليه الدنيا لانه كان من الواجب اللي يتعلم لغته اولا. انا اعلمه لغته. ايه. لغته العظيمة. الجميلة. نعم. السلسة. الفخمة. الضخمة. هيوة هي فعلا فخمة. عارف الشيء المحزنية استاذنا في الموضوع. نعم. في ناس كثيرة جدا معتقدة ان اهل الديانة. واهل الصلاة والعبادة. وقناة جميلة زي قناة الهدى. كأنها تحارب بالانجلش اصلا او اللغات الاخرى. يعني ونوع من هي الحرب الشيء جدا. وانتم لا تريدون الى اللغة العربية. نعم. معانا لو ذهبوا ودرسوا في كل جامعات العالم وفي كل الدول المتقدمة وعندها حضرات يقول لهم على موضوع التعليم باكثر من لغة من الصغر واصروا على عقليات الاولاد. نعم. حتى في تلقي المعلومة. نعم. زهن الطالب هو تدخل له المعلومة باكثر من لغة. نعم. ده ارباك شديد جدا جدا. نعم. طب روحوا خلاص ادرسوا شوفوا الامم التانية كيف تعلم كيف تؤسس للغتها. ممنوع. الام وبعذلك اللغات الاخرى. ممنوع. ومدى التعلم. ممنوع. مش احنا عمالين نقول الغرب وعوزين بقى زي الغرب. نعم. طب ما تتعلموا. طب ما تشعر. طب ما تاخدوا النظام بتاع الغرب. يعني انتم لحنا عارفين نمشي بطريقتنا للاصل ان احنا نبقى ماشيين عليها. ولحنا حتى عارفين نسلك المسالك بتاعتهم. نعم. انا الولد مثلا انا بعلمه اللغة بتاعتي. نعم. علمته يعني فاعل وفعل ومفعول. علمته يعني جملة اسمية ويعني جملة فعلية. نعم. والولد ماشي معايا. نعم. علمته يعني الفرق بين الصفة والفرق بين الظرف. صحيح. انا لو الولد ضبطت معاه المسائل دي. تعال ناخدها بقى في لغة تانية. المسائل منضبط عنده. هو فهم يعني صفة. ده من المصائب العلمية سيدنا. مادة زي الرياضيات ومادة زي العدوم. لما تدرس بلغة غير اللغة التي اترب عليها الولد في الصغار. يعني هي مادة اصلا صعبة. ونحتاج فيها الى مبدعين في المستقبل. نعم. فهو بيقضي لغاية المرحلة السنوية. عمال يفك الطلاسم اللغوية بس. هو مش عارف يفكها. يعني يعني طلاسم لغوية عمال يفكها. لكن لن يبدع شيئا هذا. نادر ان يكون حد ابدع ابداعات عالية جدا. وهو درس هذه الاشاعة. لكن معظم اللي ابدعه ابدعش جدا. درس لغة الام واتقنها. وتعلم اللغة الانجلزية مثلا بعد ذلك ايه بفترات. نعم. فخلاص اصبح وسيلة التلقي. مادة صعبة زي النحو. لما ديجي تدرس انت انما الحيزبونه والطخة والنطيه والغلطبيس والغطريس والشقعة. ده عارف. ده عارف. انت صعبت المادة. هي المادة صعبة اصلا. فصعبتها كمان بالمصطلحات. فانت مادة علمية صعبة. رحت كمان ايه ها. جايبها بلغة اخرى. فاصبحت اكثر صعوبة. ايه ونعم. خلاص هو اصبح به في كل لغة. ولن يبدع ولن يضيف. ايه نعم. مشكلة جدا تعلموا اللغات الاخرى دي في اسناء مراحل التعليم. نعم نعم. دي دي مسألة خطيرة جدا. ان انا مفرحش. ان انا عاوزة الام عاوزة تخرج بابنها في النادي. نعم. مهمة جدا جدا قدام صاحباتها. انها تقول الولد مثلا قلها يا مامي انا عاوز ايه اه حاجة بالانجليش. صحيح. عاوز كل حاجة بالانجليش. صحيح. ولو ما اتكلمش بالانجليش تقول له ايه ده? ما للفلوس اللي احنا بندفعها في كزا راحت فين? نعم. حريصة جدا جدا انها راحة الحضانة مثلا يا ميس انتوا ليه ما ادتوش الولد انجليش. نعم. ايه بس اما يخلص حروف العربي. نعم. مش مهم بالعربي. نعم. احنا كده كده بندله عربي. يا حاجة احنا ما بندلوش عربي. نعم. نعم. احنا بنبوز له العربي. صحيح. اللي احنا بنتكلمه ده مش هو ده العربي. المفروض يدرسه. معظم هذه الاشياء احنا فيها منظر اجتماعية. ليس لها منظون حقيقة. صحيح. هي منظر اجتماعي الولد. صحيح. بيدرس فين? وبيتعلم ايه? وبيتكلم ازاي? حتى في الوظائف. بقولك لو راحت بعض البلاد العربية وانت بتكلم لغة بسيطة جدا. وانجليش اللغة بتاعتك. لازم يكون في اعلى مستوى. يعني شيء عاجب جدا. نعم. 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 بتاع ابني حاجة عالية جدا. نعم. ان ابني ده كأنه مولود في انجلترا. انجلترا كفر انجلترا. احنا عاوزين نعيش عشتنا. نعم. انا عاوز زي محرك بتقول كده. انا عاوز اخد من القدر ما يكفيني. ان ربنا سبحانه وتعالى. يفتع علي ان انا تقدم. ان انا اتعلم. فراحنا تزويل. ازن يا اساسنا كده موضوع ان احنا الولد يحصل حصيلة لغوية من الكلمات في المرحلة السنية دي ده مهمة جدا. 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 وبذات قبل الدراسة. جدا. الحصيلة اللغوية. نعم. جدا. نعم. ما انا بقول لحضرتك ان ده مسألة التدفق اللغوي. بتوع الم العقليات ربطوها ربط غير عادي. بمسألة صناعة العبقرية. صناعة العبقرية. ان انا الولد من صغره ما ينفعش انه تنيه محصور ان هو عارف ايه كلمتين تلاتة. انا اللي اصنع له كده. انا اللي اخد بايده لكده. انا ما ينفعش ان انا سيب ابني في البيت من غير مكون انا شاورت له بسرعة. ما استنهوش ان هو يلقط مني. ان ده السقف ده الارض ده السجادة ده السطارة ده الشباك ده الباب دي بتدينا حرارة دي بتدينا هوى. ابدأ اشتغل على وظائف الحاجات ديت. لو احنا دلوقتي عاوزين هوى هنشغل ايه? طب لو فتحنا الشباك ايه اللي هيحصل لما يكون الجو برد بنلبس ايه? طب احنا اللبس بتاعنا دي اسمها ايه? دي اسمها ايه? دي اسمها ايه? تب الحاجات اللي في التلاجة افتح له واقول له ديت ايه? ديت ايه? اجيب له الفلاش كاردس اللي هي الصور بتاعة الفواكه. نعم. الفاكهة ديت ايه? دي اسمها ايه? دي اسمها ايه? اجيب له مجلة. اقول له ديت الحيوانات ده الحيوان ده اسمه ايه? بيعيش فين? بيحتاج اللي بيقى شكلها إيه؟ بيبقى الطيور ده الطائر ده اسمه إيه؟ الولد هيحصل عنده يعني تحول غير عادي وأخطر وسيلة من هذه الوسائل هو تعلم القرآن الكريم يعني زي ما أشرت حراك لا يتخيل الناس أثر القرآن في الولد وهو صغير لما يحفظه وكمان يفهمه وباسم الله ما شاء الله يكون حصيلة لغوية عليه ودراسات كبيرة جدا تمت في هذا الأمر على أساس تقريبا حوالي خمسين ألف كلمة أما يحقق الولد هو صغير لو قدر يحفظ القرآن بشكل مبكر وكمان مع بعض المعاني الخاصة بالآيات القرآنية اللي هو يحفظه صحيح حفظ القرآن من الصغر بحيث أنه بسم الله ما شاء الله ينمي هذه الملكة عنده نعم حفظ القرآن والاستفادة مما في القرآن أن أنا بكلمه على القصص اللي في القرآن قصص اللي في القرآن جميلة جدا جدا وبسيطة نعم ينفع أن أنا أحكيها للطفل صحيح ينفع وصغير رحكي له قصة إيه الفيل إيه اللي حصل فيه أن أنا أكلمه وأنا بكلمه الإله في قريش من هي قريش لما أكلمه قل هو الله أحد يعني الله أحد لما أحصانه قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وعاوده من صغره كده أن إحنا إيه بندخل في إدينا كده ونقول كده ونمسح على جسمنا أعلمه أن إزاي يرقيني وإزاي أنا أرقيت طب بجوار اللغة يا أستاذنا في المهارات كذلك يعني ممكن الولد يتعلم مهارات متعددة جدا ما هو ده ده أنا مش عاوذ أخرج على النص وقول إن ديت من خيبة الأمل اللي جات جر جمل إن إحنا مثلا إيه لما كنا صغيرين لما كان أبويا بياخدني من إيدي ويشغلني في الشغلان اللي شغلها كان بالولد يطلع قوي ويطلع فتي نعم ويطلع إن هو بيتعلم حاجة تنفعه وبيطلع إن هو يقدر يقاوم زي ما احنا بتقول كده الأيام والزمن والعيشة والمجتمع يعني إذن إذن في جوزية خطيرة جدا إن تعلم المهارات ليس إهانة للولد إطلاقا يعني في نفسه تخيل إن الولد لو تعلم نجارة ولا أحدادة ولا ميكانيكا ولا حاجات زي كده في فترات حتى الإجازة إن لا ابني لا ما يتهنش أصلا ابني ده يتعلم بس نعم ده هذا التعليم الذي يتعلمه الولد أصلا ينمي ملكات العقل وزكاءات الروح سيدنا هيبني جسمه يا سيدنا حتى بدل سيدنا هو إحنا ما عليش هرجع تاني وأقول هي الأجيال من عشر سنين كان بقى كتحاجة عندها مقدسة إن الولد يروح جم والولد يروح نادي عشان يلعب رياضة الكلام ده إحنا بنحربوهش بالعكس إحنا بنقول للناس اهتموا جدا جدا بالحاجات دي ولكن الكلام ده إحنا ملجأناش ليه إلا برضه من خيبة الأمل الولد كم يتحرك الولد بيتحرك الولد بيبني عضلاته الولد جسمه بيتفاعل بالأكل اللي بيأكله بيحرقه بيبدأ يربي عظم سليم بيبدأ يربي عقل سليم بيبدأ عنده قوة إنه يطلع سلم الولد دلوقتي قد كده يطلع سلم إيه يبني في إيه يبني وما فيش ما بيبزلش أي مجهود نعم ما فيش أي مهارة بيكتسبها نعم سيدنا إحنا يعني في اليوم ده أستاذ زوجي سعيدنا جدا بالمناطات الحرك أشرت إليها وده كلام خطير جدا لأحبابنا في قناتنا في صباح الندى على إن قضية التعليم قبل المدرسة كمان دي مسألة خطيرة جدا جدا من ساعة ما كان الإبن في بطن أمه لو حد عايز يعيد الحلقة ويسمع الكلام الجميل بطن أمه يسمع قرآن أذكار تسبيح عبادتها سلوكها كذلك موضوع خطورة الأجهزة بمجرد ما يكبر الولد والعالم الافتراضي اللي بيعيش فيه ده خطر شديد جدا جدا إقحام اللغات الأجنبية أو اللغات التانية قبل إتقان اللغة العربية وحفظ القرآن دي مسألة خطيرة جدا في السن ده عدم وجود تعلم مهارات للولد وإنه بسم الله ما شاء الله يخرج ويشتغل ويبقى والده يسمع يتحرك دي كلها حاجات خطيرة جدا جدا قبل سن التعليم وكان المنهج القديم اللي الناس تربت عليه كان فيه الحاجات الجميلة دي ولكن في العصر الحديث أصبح الضغط أشد والإنتاج للأسف سيء جدا طبعا إحنا شاكرين لأستاذنا لأستاذ وجيه الصوي على أمل إن شاء الله الرقية في اللقاء القادم إن شاء الله أسأل الله عز وجل وعليمنا ما ينفعنا وينفعنا من نفعنا جزاكم الله وخيرا أنا سعدت بصحبة حضرتك وسعدت بهذه القناة الميمونة الجميلة اللي أنا بحبها وبعشاءها وسعدت بإخواننا المشاهدين أسأل الله تعالى أن يجعله علما نافعا وعملا صالحا الله يحفظك سعدنا بكم إن شاء الله وإلى لقاء قادم قريبا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة